أولاً أن الجو يكون في طريقة الإلقاء كيف تجيب كبداية دخول خروج تذكر كل النقاط ما تخطي أسئلة التحكيم فهذا الجو أنك تحدى حالك يجب أن يتأكد بحثي مئة بالمئة يعني في بعض الطلاب أعطوه أسئلة يعني يقول له بحثك هو الفلاني صح يتأكده وحافظه لفاهم وبحثه مو الفلاني بس مجرد سؤال خارج الصندوق زي ما يقولون أول شيء هو المسابقة أنه من 14000 يصفى 350 طالب 350 يصفى منهم 150 يصفى 35 طالب وإذا مو أقل فعنده التحدي مع الطلاب أنه هذا بحثه جديد وهذا بحثه أغلبه مقتبس مقتبس من مشروع الفلان ومشروع فلان طلع مشروع جديد فهذا يشكل تحدي أنه فلان مشروعه بارز فلان مشروعه لا فأنت حاول أنك تبرز مشروعك حتى لو مبارز أول شيء لجلت التحكيم ستة أشخاص إلى خمسة أشخاص أغلبهم ديكاتر أذموا بروف فتوتروا وشيء أسئلة تحشيرية يعني يطلعون معدنك وشو وإن شاء الله أنها تجربة زينة إن شاء الله أول شيء التدريبية طبعاً يتكلمون ديكاتر أبروف فيعطيك كيف تبدأ كيف تطلع كيف تشترح النقاط تبدأ في إحصائية تبدأ في نكتة فإنه طريقة الإلقاء صلب الموضوع نصايح تفيد كثيراً إني أنا ممكن أقول إني لو ممكن لو فزت إنه أقول إن شاء الله نفوز نقول إنه أنا لو مول وشيء التدريبية أنا ما نجحت لأنه أسئل يعني معلومات مهمة جداً أمو حمر دمو السنة هذه السنة الجاية بإذن الله طموحنا آيس إن شاء الله نكون أحد أعضاء المنتخب السعودي في آيس إن شاء الله شوف أنت عندك فكرة يعتمد على قوة الفكرة إذا الفكرة عندك يعني فكرة حلوة وتشوفها ممكن تخدم المجتمع لا تتردد وتقول لا ما توقع تعجب حتى لو ما عجبت ممكن أن تأتيك شركة خاصة تأخذ هذه الفكرة وممكن تستفيد ممكن ما تدخل جامعة خاصة من الفكرة هذه بنت مستقبلك فأنت لا تتردد أو شيء وإبدأ بسم الله وإن شاء الله أنك تعصم بسالة شكر للدور المدرسة أستاذ محمد جازم ومشرف موهبة أستاذ النور الملحم ومشرف الأكاديمي الأستاذ محمد أحمد الجندي نعم كي تستاهب